أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان عم تصلنا أسئلة كتير كتير حول موضوع واحد هو هل اللقاح هو علامة المسيح الكذاب؟ يعني بيربطوا الحدث هذا في موضوع آخر الأيام طبعاً بعد أسبوعين إنشاء الرب رح نتكلم حلقة كاملة في البث المباشر عن مواصفات المسيح الكذاب أو ضد المسيح أو يسمى الوحش الصاعد من الهاوية بلعال رجل الإثم وهكذا أسماء كثيرة بحسب سفر الرؤية صحاح 13 ورسالة تسالونيكي بس اليوم أنا رح يكون رد سريع على هذا السؤال بشكل مباشر هل اللقاح هو علامة المسيح الكذاب؟ طبعاً المقصود فيها علامة 666 المذكورة في رؤية صحاح 13 جواب اليوم في البداية إنه دايماً في أي وقت في أي عصر بيطلع شيء جديد منشوف إنه فيه نظريات كتيري وفيه إشعات وأقويل بتصير حتى أنا بتذكر لما بتدينا برامج التلفزيون من زمان أنا بتكلم عن أكتر يعني من سنة 82 أنا بتديت أعمل برامج بالتلفزيون كنت بعدني شاب صغير فرق شاب وحتى كان فيه مقاومة لهذا الموضوع ولما طلعت الكرتات السمارت كاردز الكرتات الذكية إلى آخره فيزا ماستر كارد كمان كلها تحطت تحت هذا التصنيف وهكذا التلفونات الجوالي وكمان السمارت فون الهواتف الذكية وإنه صار فيه معلومات والمعلومات تتناقل وإنه هاي المعلومات صار كل شيء معروف عنه وعادة كل شيء جديد بيحدث دايما بيربطوه في نفس الموضوع في موضوع آخر الأيام الكتاب المقدس بيعلمنا بكل وضوح إنه دايما لازم نكون مستعدين بغض النظر لربما المسيح يأتي في هاي اللحظة وأنا بتكلم معاكم فالاستعداد مهم وضروري لكن برضو بيسألوا يعني لأنه بسبب محبتكو لإلي طبعا كتير بيسأل هل فعلا لازم نأخذ التطعيم هم لازم نأخذ اللقاح شو النتائج شو العواقب كل هذه الأشياء في البداية خلين أحكيها بشكل صريح إنه أنا مش طبيب يعني لا أعرف أي معلومات طبية عن هذا الموضوع لكن لما الموضوع بيرتبط في موضوع كتابي وهو الوحش وبيبتدو يعني المسيح الدجال أو المسيح الكذاب أو ضد المسيح بيبتدو يربطو الموضوع ولسيما على التواصل الاجتماعي يعني مثل النار بتنتشر في كل مكان مشان هيك أنا شخصيا بحب البرودكاست مش الناروكاست بحب برامج التلفزيون وإن شاء الله الأمور بترجع كيف كانت لأنه برامج التلفزيون عليها محاسبة يعني مهمة جدا بس التواصل الاجتماعي صار كل واحد يكتب على كيفه على خاطره يكتب أي معلومات بدون أي محاسبة في البداية أنا جوابي رح يكون كشخص يعني بدرس كلمة الله لكن مش كطبيب بعالج الأوبئة أو الأمراض الطبية لكن خليني أحط بعض الاقتراحات دابا بيسأله هل اللقاح هو علامة المسيح الجذاب بالطبع لا بعدين بيسأله هل نأخذ التطعيم اللي بتشوفوه على التيفي عم ياخدوا الإبري في الذراع طبعا أنا ما عنديش معلومات كاملة عن هذا الموضوع بس أنا اللي بعرفه وبالذات في مجتمعاتنا الشرقية لابد من الإشاعات والأقويل بتنتشر بالذات على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها اتطورت إلى نظريات المؤامرة وفي ناس صارت تحكي بكل أنواع الكلام اللقاح اللي طبعا يعني بيتسأل ليه إنه مصنع من مادة وحاجة جديدة ما منعرف عنها كتير وعادة هاي التجارب بتأخذ سنين اللي بنعرفه وبيبتوني يجربوها على الحيوانات إلى خره وعادة بتأخذ من ثلاثة إلى خمس ست سنين ومرات أكتر الشيء الثاني اللي سبب مخاوف عند الناس إنه هذا اللقاح لقاح أنا بقصد الكورونا تبع الكوفيد 19 إنه ما فيش محاسبة على الشركات اللي صنعوا هذا اللقاح يعني إذا فيه عوارد أو نتائج جانبية ما فيك ترفع دعوة أو محكمة على هؤلاء اللي صنعوا هذا النوع من اللقاح سواء الشركات الثلاثة في أمريكا لربما في بريطانيا أو الصين أو روسيا اللي صنعت هذه اللقاحات وهذا بيعطيهم المسلز العضلات إنه يعملوا ما يشاءوا طبعا شيء آخر اللي بيخوفهم إنه ما بنعرف مخاطر اللقاح ولا نعرف مضاعفاته لأنه جديد علينا وبعدين الأكتر شيء اللي بشوف إنه عم بينسبوه إنه هل هذا اللقاح إلو علامة بالشريحة الذكية طبعا بيرجعوا لبيل جيتس وإلى آخرين ثم إنه هذا اللقاح لا نعرف عنه أي شيء بموضوع المناعة طب الست الحامل هل ممكن تأخذه إذا فيه أطفال إذا فيه شباب إذا فيه مرض معين ستكون ما بعرف هذا لازم تسأله طبيب عن هذا الموضوع لكن هل إلو علاقة بالشريحة الذكية طبعا لا أعرف شيء لكن ما أريد أن أقول بعض الملحوظات اللي ممكن تساعدنا إنه وباء الكوفيد كوفيد ناينتين الكورونا الكلمة المنتشرة هو مرض حقيقي وإن الكورونا منتشرة في معظم دول العالم في كل أنحاء العالم ما في بلد إلا وأصيبت بهذا الوباء العالمي وحقيقة منهم أصدقاء كثيرون اللي ماتوا وأنا بعرفهم شخصيا ماتوا بسبب الكورونا والأفكار اللي بيتكلموا فيه عن هذا المرض إنه فعلا خطير وإنه معدي وإنه بينتشر بسرعة وطبعا ربنا يحمي كل شخص عم بيشاهدنا بس حقيقة أنا بعرف أصدقاء خدام يعني قصص وخدام للرب ماتوا بسبب الكورونا ومنهم أصدقائي فهذا المرض لا نستطيع أن ننكره هو حقيقة الحقيقة الثانية إنه هذا الوباء للأسف استخدم بين الناس كسياسة تخويف إذا أنت أخذتوا أنت مناقض للمسيح أنت ضد المسيح أنت من أتباع الشيطان أنت أنت عم بيستخدموه كسياسة تخويف للناس وأنا أقول دايما أن الشخص المؤمن المليان بالروح القدس المليان بكلمة الله لا يخاف من هذه المفاجآت فهو بالنتيجة لقاح يعني دواء بيعطوه في الجسم حتى يعطي مناعة ضد الكورونا وللأسف حتى الموضوع هذا تسيس يعني صار موضوع السياسي حسب المصلحة يعني بيستخدموه حتى ينزلوا رئيس أو يطلعوا رئيس لكن مالنا بالسياسي البعض بيربطوا الموضوع أنه في بعض الدول الغربية منها كندا أنه فيه أب أنه كل إنسان ممكن يحط هذا الأب على جالكسي أو آيفون بحيث أنه تتراك يعني بيعرفوا وين أنت موجود بحيث إذا أنت كنت في مطعم أو في مكان بيعملوا تراكينج عليك أنه بقولوا أن أنت كنت في هذا المكان هذا المكان فيه كوفيد أو إذا أنت عندك كوفيد ورحت على مكان بيقدروا يعرفوا وين أنت كنت حتى يمنعوا من الضرر أو انتشار المرض لكن اللي فهمت أنه هذا الأب مش على أساس يدخلوا في حياتك الشخصية وبعدين خليني نكون واضحين مين مننا معلوماته مش موجودة عند الحكومة كلها موجودة على الفيسبوك وعلى واتس آب وعلى فيبر وعلى الإنترنت وعلى السمارتفون كلها بشكل أو بآخر من خلال البصمة من خلال الباسبورت اللي عليها شريحة اليوم يعني بيعرفوا تحركاتنا في أي مكان فإذن الموضوع عم يسيس وكل شيء جديد زيحطوه على الأقاب هاي الشريحة الزكية حتى يدخلوا في حياتك بعدين بصراحة خلينا أقولها أنه ما في حد خبرنا أنه رح يزرعوا الشريحة في جسدنا يمكن عملوا البحثات على البقر وعلى الحيوانات وفي بعض الناس اللي هي حتى تتراك نوع من البزنس بيبل لكن مش قانون سن يعني في الدول في كل دول العالم أنه يحطوا الشريحة في جسدنا فس المشكلة أنه دايما الأخبار السلبية والدعايات بتنتشر بسرعة ثم يعني شو الغرض خلينا نسأل فرضا حطوا شريحة في الجسد شو هو الغرض من الشريحة وطبعا خلينا أقول بالنسبة للوقات اللقاح أنه معظم القيادات السياسية والديانية والدينية معظم الرؤساء والحكام والملوك حتى البابا كلهم أخذوا هذا المصل أخذوا هذا اللقاح والسؤال الرؤساء والملوك اللي أخذوا هذا اللقاح هل من مصلحتهم أنه يأزوا شعبهم أو شعوبهم للدرجة أنه بيكرهوا الناس بيخلوهم إرغاما وإجبارا أن يحطوا هذا اللقاح وبعدين المشكلة يعني أنا مثلا كمان شوي مش راح أقدر أسافر إلا ما يكون عندي وراقة أنه أخذت هذا اللقاح لأن الطيران راح يكون حتى صعب إلا إذا أنت أخذت هذا اللقاح اللي عاوز أقول كل الغرض اللي عم نشوفه من اللقاح هو إنقاذ حياة أحيانا في عوارد جانبية بتسمع أنه في حالات موت هنا وهناك في عوارد من حرارة أو عوارد جانبية أنا مش طبيب برجع بكررها إنه ممكن تحدث مع الشخص لكن فكر في الملايين اللي استفادوا من هذا اللقاح وآباءنا وأجدادنا اللي هم كبار بالعمر إذا أخذوها أنت عم تنقذ حياة ناس وبصراحة مين منا مش عاوز إنه الحياة تعود لمجرها الطبيعي وكنا نصلي إنه يطلع هاللقاح حتى نتخلص من هذا الوباء العالمي لكن أنا بصلي إنه الرب يخلصنا بطريقته هو أحبائي خلينا أقول بالنهاية لكن رح يكون حلقة مخصصة إنه هذا اللقاح هي ليست علامة الوحش المذكورة في سفر الرؤية لأنه لا أحد يقدر أن يرغمك في أي شيء يعني إنك تحط هذا هذه العلامة الكنيسة الأولى رفضت عندما استضمت بالنظام الروماني عندما قالوا لا قيصر هو رب الكنيسة قالت لا المسيح يسوع المسيح هو الرب وابتدأ الاضطهاد الشرس ضد كنيسة الرب أخذ علامة الوحش هو مقصود هاي العلامة اللي بيأخذها هو شخص بيكره المسيح وهو مرتبط بعبادة الوحش لأنه مثل ما ذكرت أنه في البداية رح يكون يمكن قائد سياسي جيب سلام للناس عنده حنكة سياسية بدهية إقناع العالم عنده قوة سياسية عسكرية دينية اقتصادية إلى آخرها يعني بيوحد العالم في نظام عالمي لكن هذه العلامة اللي بيحكي عنها سفر رؤية هي علامة ظاهرة مش مخفية بشريحة وهاي العلامة أنت يعني بيعطوك الاختيار والقرار أنك تقبل تعبد الوحش إذا أنت رفضت طبعا مصيرك الموت أو يعني عدم المنفع الاقتصادي أنك تبيعه تشترق إلى آخره لكن ما في أي إنسان بيرغم إرادتك هذه العلامة بحطه على على اليد اليمنى وعلى الجبين وهي علامة ظاهرة بشكل علني واضح وهي علامة الوحش يعني شيء مقصود اللي بيحطها هو الشخص الغير مؤمن والشخص اللي بيكره المسيح واللي بيحطها هو عمليا مرتبط بعبادة الوحش فالتطعيم أحبائي الكورونا لما بتطعم هذه ليست عبادة للوحش اللي هو المسيح الكذاب كونك أنت بتختار التطعيم هذا لا يعني أنك أنت اخترت علامة الوحش لأن التطعيم ينقذ الحياة أما علامة الوحش اللي رح نتكلم عنها بعد أسبوعين هي علامة اللي فعلا بيوصل الإنسان إلى الحضيد بيكون أنتاي كرايست بيكون ضد المسيح بيكره المسيح بيحطها لأنه بيكون بيعبد المسيح الكذاب الدجال اللي رح يجمع كل الأنظمة السياسية والعالمية والدينية كل الديانات رح يجمعها والإلحاد وكله تحت نظامه ويتمم هذا النظام بالقوة اللي بيرغم فيها الناس لكن ما في أي إنسان بيرغم عقلك أو إرادتك لكن حتى يجي هذا الوقت إحنا ما فيش أي مشكلة التطعيم أو غير تطعيم لأنه ما حدا أرغمك أنك تنكر المسيح لكن إذا بقوله لازم تأخذ التطعيم بس بشرط أنك تنكر المسيح ساعتها بتقول لا شكرا مش راح أخذ التطعيم وهي هيك بس معلومات مبدئية طبعا أنا بطلو منكو ترجعوا للناس المتخصصة من ناحية طبية لموضوع الكورونا بس بأكد لك أنها مش علامة الوحش وأنه ما بتفيد ولا بتضر إذا يعني لأنك إنت مش بتعبد الوحش ولا نظام ديني أو سياسي هي بكل مجرد أنت بتأخذ لقاح ضد الكورونا لكن في يوم من الأيام قبل ما جيء المسيح يسوع المسيح فعصر راح يكون فيه ارتداد بكل معنى الكلمة اللي بيأخذوا يعني بشكل علني بيكونوا كراهية للمسيح وبيتبعوا نظام اللي بيجي بهذا الوقت الوحش الصاعد من الهاوية كما يسميه الكتاب المقدس عندها لك الحق أنك ترفض ولا رب في ناس اللي هي ريزيستنس راح يكون في مقاومة كمان ضد المسيح الكذاب لكن هل تأخذ اللقاح اسأل الطبيب ولكن إذا كان فيه فايدة للعالم أنا بشجع لأنه ما فيهش أو الفايدة تبعته أكتر من الضرر والربي باركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر